تسأل عن حديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود تقول هل هو خاص بهذا الصحابي أم عام أختي أمة الله بارك الله فيك هذا عام لجميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة فعليه بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الصلاة بالسجود لأن من أعظم أركان الصلاة وهو أن الإنسان يضع جبهته وأنفه في الأرض تقربا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي على العرش استوى في عليائه سبحانه وتعالى فهذا عام وهذا له قصة وهو أن صحابيا يقال له ربيعة جند نفسه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام من دون طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منه ذلك لكن هو جند نفسه ووظف نفسه أن يخدم النبي فمر من المرات رجع النبي عليه الصلاة والسلام ووجده عند الباب قال ما أجلسك قال أنتظرك يا رسول الله لعلك تريد شيء فقال يا ربيعة تمنى قال مرافقتك في الجنة سبحان الله العظيم يعني نظر سماوي أخروي لو قال أريد مال دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ورزق لكن هذا يعني هذول الأصحاب الهمم العالية نفوسهم سماوية سحابية يريدون الدار الآخر فقال يا رسول الله مرافقتك في الجنة مرافقتك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة وعندنا قاعدة أخت الفاضلة أن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب وهذه قاعدة أصولية أن كل قول للنبي عليه الصلاة والسلام قاله في حق شخص فإنه عام في الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته لهذا الإنسان مثل حديث نحن في الأضاحي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقد ضحى بجذع من الماعز نحن قلنا قبل قليل مسنة لابد سنة فقال لا تجزئ بعدك يعني رخص له لكنه لا تجزئ هذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه خصوصية لهذا الرجل فهذه عام يا أخت الفاضلة ولذلك الإنسان الذي فعلا يطمع وكلنا نطمع أن نرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عليه بكثرة الصلاة وليس المقصود للفرائض لا الفرائض هذه مفروغ منها وإنما السنن والمستحبات يعني في أوقات في غير أوقات النهي بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر